اشتركوا في القناة أيها الأخوة الوقت من خصائصه سرعة قضائه فهو يمر مر السحاب ويجري جري الرياح سواء أكان زمن مسرة أو فرح أو كان زمن اكتئاب وترح وإن كانت أيام السرور تمر أسرع وأيام الهموم تسير أبطأ لا في الحقيقة ولكن في مشاعر أصحابها ومهما طال عمر الإنسان فهو قصير ما دام الموت نهاية كل حي كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول قال تعالى أول خصيصة سرعة انقضائه كل واحد منا عمره الثلاثين كيف مضت هذه الثلاثون عمره أربعون كيف مضت هذه الأربعون كلمح البصر قال لك البارح كنطالب ابتدائي اليوم يحمي الدكتورة مثلاً كل إنسان يشعر أن الزمن الماضي مدى سريعاً ويقاس على ذلك وأن الزمن الذي بقي أيضاً يمضي سريعاً الإنسان أحياناً يفاجأ بالموت الآن الخصيصة الثانية أنه ما مضى منه لا يعود ولا يعوض لذلك قال الإمام الحسن البصري ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة ويا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة كلما ذهب يوم منك ذهب بعضك الإنسان أيها الإخوة الكرام إذا جهل قيمة الوقت فسيأتي عليه حين يعرف قيمته ونفاسته ولكن بعد فوات الأوام وقد ذكر القرآن الكريم موقفين الأول ساعة الاحتضار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ الجواب وَلَنْ يُؤْخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الموقف الثاني في الآخرة قال تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ النذير هو القرآن الكريم والنذير هو النبي عليه أتم الصلاة والتسليم والنذير هو سن الأربعين من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة والنذير هو سن الستين والنذير هو الشيب عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك والنذير المصائب ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ نَذِلَّ وَنَخْزَى وفي آية أخرى وَنَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ لذلك أيها الأخوة قضية النذير وجاءكم النذير النبي هو النذير والقرآن هو النذير والأربعون هي النذير والستون هي النذير والمصائب هي النذير وموت الأقارب هو النذير لذلك يقول الإمام الحسن البصري إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك واحذروا سوفه فهي جند من جنود إبليس تريد أن تتوب الآن لذلك قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمساً قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك أيها الإخوة الكرام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله ويقول عليه الصلاة والسلام لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علمه ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربه ويقول صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه ومضة الإشارة الآن بعد الإيمان بالله علة وجودك العمل الصالح الآن كلما اتسعت رقعة العمل الصالح فشملت أعداداً كبيرة من البشر حتى دخلت فيه الأمم والشعوب كان العمل أعظم كلما اتسعت رقعة العمل إنسان واحد جاء إلى البشرية نبياً ورسولاً فالإسلام من مشارف الصين إلى مشارف باريس كلما اتسعت رقعة العمل شيء آخر وكلما امتد أمد العمل من ألف وأربعمائة عام والإسلام في كل مكان وكلما تغلغل العمل في أعماق النفس كان العمل أعظم لذلك الحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أيها الأخوة تزداد قيمة العمل في ميزان الحق حينما تفسد المجتمعات وتضطرب الأحوال ويجور الأمراء ويتجبر الأقوياء ويترف الأغنياء ويداهن العلماء وتشيع الفاحشة ويظهر المنكر ويختفي المعروف قال عليه الصلاة والسلام دقق فيما يرويه عن ربه عبادة في الهرج كهجرة إليه إذا عبدت الله في زمن الكاسيات العاريات المائلات المميلات في زمن يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير في زمن يصدق فيه الكذوب يكذب فيه الصادق يؤتمن الخائن يخون الآمن عبادة الله في الهرج أي في الفتنة كهجرة إليه أيها الإخوة في حديث دقيق إذا ضمن تفصيلات دقيقة يقول عليه الصلاة والسلام إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره أو ولد صالح تركه أو مصحف ورسه أو مسجد بناه أو بيت لابن السبيل أو نهر أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وفي حياته